بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي تعزيز تعاون لتقديم التسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الإدخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المقتربين في الاقتصاد القومي كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والذي عقدته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي وقالت سوها جندي إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني بمدخراتهم من تحولات بالعملة الصعبة مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول توقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمي مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه